اشتركوا في القناة هو ما الهدف من تصريحها أيضا في مشهد لم يعتد عليه السوريون كثيرا غرفة تجارة دمشق تفتح النار على حكومة النظام لترفع سقف اتهامتها بأنها المسؤول الأول وراء ارتفاع الأسعار في البلاد بل وتبادر لتوبيخها ونشر غسيلها على العلان هذا بالنسبة للموجز أما في التفاصيل بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام فكشف مدير غرفة التجارة ياسر كريم أن سبب استمرار الأزمة الاقتصادية يعود بشكل رئيسي إلى بطء التخطيط ووضع شروط تعجيزية من قبل الحكومة للاستيراد فضلا عن عدم سماحها للمنافسة الحقيقية بين مزدوجين لجميع الأطراف الغرفة طالبت في معرض هجائها بتحديد الأسعار على أساس الكلفة معتبرة أن الحكومة تجهل أو تتجاهل قيمة التكاليف الحقيقية وعليها ترتفع الأسعار عشوائيا وبطبيعة الحال تبقى هي المسؤولة وراء ما وصفوه بفوضى الأسعار والتضخم الحاصل في الأسواق أصابع الاتهام بقيت موجهة إلى الحكومة أيضا في خلق مشكلة التصدير ودفع كثير من التجار إلى التوقف عن العمل بسبب فرض ضرائب وصفوها بالمجحفة بحقهم مطالبين الحكومة بتعويم أسعار الطاقة باعتبارها تؤثر على أكثر من 5% من التكاليف العامة إجراءات غير مفهومة بالنسبة لكثير من التجار في مناطق سيطرة النظام لا يمكن وضعها إلا تحت خانة التضييق عليهم بدءا من الإرباك الذي سببه قرار تمويل المستوردات من قبل البنك المركزي وما يفرض عليهم من إتاوات لاعتصار حتى من هتف باسمه يوما وأيام خلت حتى نناقش هالموضوع بنضم إلنا الدكتور فراس شعب الخبير المالي والاقتصادي ومعنا في الستوديو مساء الخير دكتور فراس إلى أي حد عرّت هذه التصريحات من التبريرات التي يقدمها النظام بخصوص الأزمة الاقتصادية في سوريا يعني الحقيقة اليوم هذه التصريحات ليست بجديدة قبلها كانت غرفة صناعة حلب وغرفة تجارة حلب كانت عم تشتكي أيضا الصناعيين شاهدنا بكثير مواقف والتجار هاجموا مسؤولين الحكومة في سوريا عندما أتوا بعض الوزراء إلى حلب المشكلة ليست في البيئة الاقتصادية المشكلة في من ينظم العملية من ينظم القوانين من يشرع القوانين هنا المشكلة النظام فشل على مدى عشر سنوات في تحسين الوضع الاقتصادي في تحسين أو تنشيط البنية التحتية الاقتصادية على العكس تماما كانت دائما القرارات الحكومية مجحفة بحق المواطن ومجحفة أيضا بحق التاجر وبالتالي عندما تفرض على التاجر ضرائب مرتفعة من الطبيعي أن يقوم التجار بتحويلها والصناعيين بتحويلها إلى المنتجات وبالتالي سوف يتحملها المستهلك أيضا أصبحت نتيجة فرض ضرائب اليوم عندما نتحدث عن الضرائب ضرائب أصبحت تقديرية جزافية بامتياز كما حدث منذ عدة أشهر أحد الصناعيين السوريين توفي نتيجة فرض مليارات عليه كضريبة هذه ضريبة تقديرية يدخلون إلى المعامل إلى المصانع أنت تعمل منذ عشرة سنوات يجب أن تكون أرباحك كذا يجب أن تدفع كذا هذه الضرائب أصبحت ثقل على المواطن ثقل على التاجر أيضا التشبيح المالي الموجود في الداخل السوري بشكل كبير جدا عندما تريد أن تدخل وضاعة من الموانئ إلى الداخل السوري هناك ما يسمى الترفيق واللجان عندما تريد هذا كل كو وعندما تريد تدخل إلى المدينة الصناعية يجب أن تدفع لأن من يسيطر على المدينة الصناعية هو غير فصيلة وغير ميليشيا وبالتالي هذا ينعكس على الأسعار ينعكس على قدرة المنتج السوري على المنافسة اليوم إذا عملنا استبيان لحجم أو مرتفع الأسعار في الداخل السوري هو شبيه بالدول المجاورة علما أن الأجور لا تتساوى بالمطلق ما بين الدول المجاورة وداخل السوري وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حالة استياء عندما نتكلم عن استياء طبعا استياء لاحظ أنه لم يصل إلى رأس النظام هو استياء دائما يقف عند الحكومة هو استياء أم جرأة يعني برأيه هي جرأة ممنوحة يعني جرأة مسموحة يعني دائما اليوم لاحظ حتى على الصعيد الإعلامي سمحوا ببعض الصوت المرتفع حتى لا يكون هناك حالة احتقان شديد وبالتالي هذا الاحتقان يوجه إلى المسؤولين إلى الوزير علم أن الوزارات في سوريا هي يعني عبارة عن بيادق لا تتخذ أي قرار هي عبارة عن مؤسسات تنفيذية ليس أكثر وذلك من يتخذ القرار لا يظهر إلى العلن ليس معروف واتخاذه إلى القرار بعيدا عن الواقع وغير منافي للوضع الاقتصادي في الداخل السوري اليوم التاجر متروك هو التاجر من يذهب ليتحصل على الوقود بأسعار صرف حرة التاجر هو من يحاول الحصول على أمواله من الخارج بعمليات تحويل غير رسمية طب هذه التصريحات دكتور فراس يعني هل تعتبر بمثابة مسرحية أم أنها بالفعل تنفيذ يعني غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة حلب كما تحدثت يعني تنفس عن نفسها من تريد أن توجه له الاتهام وجدت حكومة النظام لا تستطيع التنفيذ أكبر من ذلك لا يستطيعون هم يدركون قبل غيرهم أنهم إذا رفعوا السقف هبط السقف عليهم بالمطلق هناك سلطة أمنية مطلقة في سوريا في هذه الدول الدول اللفاشية أو الدول الشمولية عندما تزداد حالة الكوارث فيها تزداد سطو أمنية وبالتالي من الطبيعي أن تشهد اليوم حالات فقر متقع في سوريا ومن الطبيعي أيضا أن تشهد بوسينا شعبان ولون الشبل يتحدثون أن نوضع في سوريا جيد لا يوجد فقر في سوريا لا يوجد أحد يموت من الجوع في سوريا وزير المالية يصرح أن الراتب المواطن السوري يستطيع أن يكفيه إلى آخر الشهر إذا كان هناك أولويات في الصرف دائما هم بعيدون تماما عن الواقع ويحاولون تجميل الواقع ويحاولون عمل ميك أب لهذا الواقع ولكن لا بد لجهة أن تقوم بإصدار صوت هذا الصوت حتى يكون نوعا ما يشكل التفاف أن دائما المتهم هو التاجر في رفع الأسعار ولكن حقيقة هناك سوء إدارة للأزمة هناك رفع الدعم اليوم المواطن يعاني الأمرين والحكومة تقوم برفع الدعم تقوم برفع الأسعار تقوم برفع الوقود تقوم برفع الضرائب تقوم برفع الأسمدة أنت تقضي على الزراعة تقضي على الصناعة تقضي على التجارة وبالتالي تريد على المواطن أن يدفع ضرائب وتريد أن المواطن أن يوفي بالتزاماته وأنت لا تقدم له أدنى حدود الحياة الكريمة طيب هذه الاتهامات والتصريحات كيف سيكون صداها داخل أرويقة النظام كيف سيكون الرد كما ذكرت لك في البداية هناك كانت تصريحات لغرفة صناعة حلب وغرفة تجارة حلب ولكن لم تأتزان صغير أوكي يعني تحدث فارس شهابي مرة كانوا يجتمعون في الأرويقة بينهم أن هناك لجان هناك بعض المتنفذين الذين لا يسمحون في العمل وبالتالي هذا إبارة عن كلام لا يستطيعون تقديم أي شيء آخر يعني مثال على ذلك محافظ حمى تحدث أن معمل السكر في حمى جاهز للعمل ولكن هناك شخص لا يريد له أن يعمل فقط انتهى الموضوع بدون مسائلة بدون محاسبة واستمر الموضوع عدة سنوات هكذا يدار وضع في سوريا لا يوجد دولة يعني عندما يتحدث عن حكومة ومجلس الشعب لا يوجد دولة في سوريا هذول يعني كلهم عبارة عن بياذق شطرنج دمى لا يستطيعون تقديم أي مساعدة حتى الوزراء عندما يتحدث عن تحسين وضع اقتصادي تحسين وضع اجتماعي هو يتحدث لأن هكذا أتت الأوامر يعني هي تعتقد أنها بروباغاندا كوميديا يعني دوريد الحملة لا يستطيعون توعب ولكن بطريقة أخرى صحيح يعني لا يمكن بهذه التصريحات وهذا الأمور أن تتحسن وضع اقتصادي لا يمكن لأن من يحكم العقلية التي تحكم سوريا منذ 40 عام إلى اليوم أو 50 سنين إلى اليوم لم تتغير لماذا سوف تتغير بعد هذه التصريحات أو بعدها العقلية واحدة من يدير البلد هو مجموعة من الأفراد لا يسمعون لأي شيء لديهم أراءهم الخاصة لديهم اعتباراتهم الخاصة اليوم الشعب يعيش الأمرين على الصعيد المستويات العليا لا يعانون ولا يدركون اليوم في سوريا أحدث الموبايلات تكون موجودة في سوريا قبل البلدان المجاورة أحدث السيارات من شهرين الثلاثة كان هناك في مزاد لسيارات موديل 2021 كيف دخلت هذه إلى البلد وعلم أن البلد ممنوع الاستيراد وممنوع تحقوقات كيف دخلت إلى البلد هذا هنا هنا تدرك حجم الكارثة التي يعيشها البلد نعم طب هذه الاتهامات والشكاوة والتصريحات من هذه الغرف يعني في سوريا هناك أزمة يتنفسون الصعداء يوجهون اتهامات يفعلون ما يشاءون إذا أردنا القول أن هذه الأمور صحيحة وبعيدا عن المسرحية كما يعني نعتقد أو يعتقد البعض ما هي الحلول أو الخيارات المتاحة أمامهم كغرف نعم لا يوجد لديهم القدرة هم فقط عبارة عن هيئة تنظيمية ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرار ليس لديهم اليوم النظام هو الذي يمنع الاستيراد والتصدير هو الذي يتحكم بالأسعار هو الذي يسيطر على الحدود هو الذي يتلاعب في أرزاق الناس هو الذي يفرض الأتوات هم لا يستطيعون هم عبارة عن مجموعة من الصناعيين والتجار الذين يقومون نوعا ما بمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي وتأمين فرص العمل للشباب ولكن إذا استمر وضع على حاله وهذا مؤشر قد يكون نوعا ما أنه صرخة في الخفاء أن إذا استمر وضع على حاله قد نشاهد هروب جماعي أيضا حالة هجرة ثالثة لرؤوس الأموال أنهم أصبحوا ميقنين أن الوضع لن يتحسن أن العود الذي كانوا يحصرون عليها هل أن تتحسن؟ على العكس قد يعانوا من مشاكل تشبيح مالي وفرض أتاوات عليهم وكما حدث مع بعض الجهات وفرض بعض الأموال لتحسين الوضع الاقتصادي أو لبعض الجهات المعينة وبالتالي هذا الواقع في سوريا للأسف نعم أريد الحديث أيضا عن نقطة ذكرت في الاتهامات وهي مشكلة التصدير هناك شروط تعجزية التصدير لأشخاص معينين ربما تقدم لهم التسهيلات وهم من يتحكمون في هذا الأمر ولكن هناك شروط تعجزية على كل من تبقى منهم أصبحنا في سوريا في فترة من فترات في جزائر كان هناك ما يسمى جنرالات الحرب هؤلاء جنرالات هم جنرالات في الجيوش ولكن تحولت بعد المشاكل التي حدثت في الجزائر إلى جنرالات للصوت والمالي جنرالات سيطرة على القمح جنرالات سيطرة على السكر جنرالات سيطرة على الحديد وهكذا استيراد كل هذه في سوريا أصبح هكذا تماما ليسوا على مستوى جنرالات إننا على مستوى شبيحة فقط أو لجان هؤلاء هم من يسيطر على البلد هم من يسيطر ماذا يدخل إلى البلد فيجب أن يدخل عن طريقهم وما يخرج من البلد يجب أن يخرج عن طريقهم وإنت ملزم على التعامل معهم أو تنكفئ على نفسك ولا تقوم بالتصدير أو أن أردت أن تغلق أغلق هناك من يشتري معاملك هناك من يشتري منتجاتك في الداخل السوري بأبخص الأسمان كي تستطيع الهروب يعني للأسف هذا ما يعنيه التاجر السوري هذا ما يعنيه المواطن السوري المواطن السوري هو الحلقة الأضعف في هذه العملية كلها أي قرار سواء كان حكومي لا يصب في مصلحة المواطن أو يصب في مصلحة المواطن ولكن ينعكس في النهاية ضد المواطن لأن جبر التجار اليوم ونزامهم على تخفيض الأسعار سوف يساهم في إحجامهم عن العرض وبالتالي إحجام العرض وتقرير العرض سوف يساهم أيضا في رفع الأسعار العملية لأنه لا يوجد اليوم في سوريا سلطة حقيقية قادرة على ضبط الوضع الاقتصادي لا على الصعيد السياسة المالية ولا على الصعيد السياسة النقدية كمصرف مركزي وإلمانه هناك وبالتالي من الطبيعي نشهد تدهور مستمر من الطبيعي نشهد حالي من اللامبالاة من قبل الحكومة لأن الحكومة ليست أديها اليوم أي شيء تقدمه من تبريرات لا يوجد الأسعار ترتفع بشكل كبير حزفوا ربع الشعب السوري من الداخل من الدعم على أمل أن يحول هذا الربع إلى من يستحق الدعم على العكس حزف الربع والباقي أصبح يعاني الأمرين في الحصول على مستحقاته وبالتالي هذا الوضع في سوريا للأسف هذا هو تماما لا يوجد دولة لا يوجد مؤسسات عبارة عن مجموعة تدير البلد بعقلية ما زالت محتفظة بعقلية السبعينات إلى اليوم نعم أريد أيضا الحديث عن نقطة يعني مطالبة التجار لحكومة النظام بتعويم أسعار الطاقة باعتبارها تؤثر بشكل يعني جيد على تكاليف العامة للإنتاج ماذا عن هذه النقطة؟ المشكلة اليوم في سوريا لا تستطيع تحديد التكلفة لنتيجة تلاعب أسعار الصرف بشكل التاجر لا يستطيع تحديد تكلفة أنت اليوم عندما تريد أنت بيع قطعية جمع أنت تدرك التكلفة التي تتحملها ثم تضيف لها مش الربح اليوم في سوريا نتيجة تغير قيمة العملة تضخم العالمي اللي حاصل وبالتالي سوريا جزء من هذا الحرب الذي حدست بين أوكرانيا وروسيا أيضا انعكست على الداخل السوري السوء الأوضاع الاقتصادية في الداخل السوري وعدم وجود دعم حكومي وإزالة الدعم الحكومي أصبحت عملية حساب التكلفة عملية متعبة وغير دقيقة وبالتالي يقوم التاجر بشكل عشوائي بتقدير تكاليف قد تكون مبالغ فيها ولكن هذه المبالغة لحماية نفسه وحماية أمواله من التآكل وحماية رأسماله من التآكل وذلك عندما تحدثوا عن تحرير أسعار النفط المشكلة ليست هنا المشكلة أن النفط غير موجود ليست المشكلة في أن النفط هو أسعره المشكلة أنه غير متوفر اليوم في سوريا يرفع الأسعار تدريجية هم يدركون أن ليس لديهم القدرة على تأمينها بأسعار معينة ولكن حتى لو أصبحت معومة النظام يعاني مشكلة في العمل الصعب سمح للتجار بتأمين الوقود من الخارج من أين سوف يشترون هناك مشاكل في لبنان هناك مشاكل في العراق هناك عقوبات على سوريا النظام إذا أراد الشراء بالأسعار الحرة وبيعها للمواطنين من أين سوف يأتي بالعمل الصعب ليس لديه القدرة ليس لديه القدرة الاعتمانية وهذا تزيد أسعار يعني اليوم لا أحد يقوم بتديين أو تقديم ما يسمى تسهيلات اعتمانية للحكومة السورية كأنها حكومة متهالكة عليها خلافات سياسية هناك خلافات دولية فبالتالي لن يكون هذا من السهل إلا من بعض الدول التي تدعمه بشكل أو بآخر نعم أشكرك جزيلا شكرا دكتور فراس شعب الخبير المالي والاقتصادي شكرا جزيلا لك شكرا لكم إذن تصريح لافت لتجارة دمشق ربما يوتر الأجواء داخليا في صفوف النظام لكن لافت أكثر أن 50% من خارجي 2021 في الشمال السوري عاطلين عن العمل وهذا ما سنبحثه في ملفنا التالي ترجمة نانسي قنقر